بأيام 2014 أين هو تمنيل الأعداد والحساب هو التمنيل الأول التمنيل الأول إليك الأعداد A B C A B C الحساب على الأعداد الناطقة القوى الصحيحة الكتابة بالجذور بالنسبة للأسئلة أسئلة مستقلة السؤال الأول على A السؤال الأول على A السؤال الثاني على B السؤال الثالث السؤال الثالث على C أسئلة مستقلة ما معنى أسئلة مستقلة؟ تستطيع أن تجيب على السؤال الذي تراه سهلاً الأسئلة غير مرتبطة ببعضها البعض نتكلم عن الأفكار الموجودة في هذا التمرين أحسب A ثم أكتبه على الشكل العشري حساب A وهو هذا الأ يمكن استخدام الحاسبة مباشرة الحاسبة مباشرة الكتابة على الجذور تعطيك النتيجة مباشرة تضع هذه النتيجة مباشرة على المحاولات وتبدأ الحساب بتمعن لتصل لنفس النتيجة الأفكار الموجودة الأولوية للضرب تجد كسر ثم كسر زائد كسر آخر وهناك طرق مختلفة لذلك هذا بالنسبة للعدد A بالنسبة للعدد B الكتابة العلمية من الشكل A في عشرة قوة N كتابة العلمية في هذا العدد لاحظ الأس السالب هنا لاحظ الأس الموجب هنا لاحظ 12 و 12.5 هذه تستطيع نزع الفاصلة تصبح 12 وهذه تنزع الفاصلة 125 هذه ملاحظات بالنسبة للعدد الأخير الذي هو العدد C الكتابة على الجذور الفكرة هنا 7 أصغر عدد ماذا لو أقسم 112 على 7 و 175 على 7 هل ستكون الجذر 7 عام المشترك هذه أسئلة أبسط شكل ممكن معناتها 112 داخل الجذر ما داخل الجذر أصغر ما يمكن هذا وش معناتها أبسط شكل معناتها ما داخل الجذر أصغر ما يمكن نبدأ بحساب A الآن هو كسر زائد جداء كسرين الأولوية للضرب كلمة الأولوية معناتها نضع القوس الأول نضع القوس الثاني نحذر للحساب للجداء الأولا جداء كسرين البسط في البسط والمقام في المقام 14 و 20 المقام هنا 20 والمقام هنا 5 وحد المقامات توحيد المقامات 5 في 4 3 في 4 12 على 20 14 على 20 مجموع كسرين لهم نفس المقام نجمع البسطين 26 على 20 ألاحظ أن كلاهما مضاعف لإثنان لأن رقم أحدهما مضاعف لإثنان أقسم على إثنان نجد 13 على 10 هذا شكل A الكسري 13 على 10 نقسم 13 على 10 1.3 هذا الشكل العشري إذن هناك كتابتان للعدد A الكتابة الكسرية والكتابة العشرية إن شئتم ثلاث كتابات كتابة المعطيات كتابة كسرية كتابة عشرية نقول أن لأ ثلاثة أشكال كتابة المعطيات كتابة كسرية وكتابة عشرية وقد طلب الكتابة العشرية قالة ويحسب قالة قالة الكتابة العشرية وكتبها على الشكل العشري معناتها بالفاصلة بالنسبة للعدد B الكتابة العلمية العدد B نحن هنا الكتابة العلمية العدد B B هو هذا المقدار 1.2 في 7 نجمع الحدود متشابهة بدأ الشكل 12.5 10 نقص 2 10 قوى 3 ثلاثة تصعد إلى البسط فتصبح نقص ثلاثة نقص اثنان نقص ثلاثة نقص خمسة بالآلة الحاسبة هذا المقدار هو هذا المقدار ولكن هذا العدد ليس محصور بين الواحد والعشرة نضرب هنا هنا في عشرة قوى نقص واحد هنا وش ندير لاحظ الشكل الذي حصلنا عليه لاحظ هذا الشكل هل هذه كتابة علمية؟ لا لماذا؟ لأن هذا ليس محصور بين الواحد والعشرة أضربه في عشرة تتحرك الفاصلة هنا أقسم على عشرة لأرجع العدد مكانه إذن ماذا أفعل هنا هنا في ذا المكان عشرة قوى واحد جوداء عشرة قوى نقص واحد هذا مع هذا هو الواحد عشرة قوى واحد مع هذا العدد ماذا يساوي؟ هذا المقدار ماذا يساوي؟ يساوي هذه القيمة ونقص واحد نقص خمسة هي نقص ستة وهي الكتابة العلمية المطلبة بالنسبة للعدد سي الكتابة الجذرية رأينا ذلك في بيامات سابقة الكتابة العشرية بالشكل هذه كتابة تتضمن جذور لاحظ المائة وخمسة وسبعين تقسيم سبعة تسوي خمسة وعشرون مائة واثنى عشر تقسيم سبعة تسوي ستة عشر معطيات عندنا مائة وخمسة وسبعين نفكر في قسمتها على سبعة وعند مائة واثنى عشر نفكر في قسمتها على سبعة لأخرج جذر سبعة عام المشترك هذه يتفقنا عليها هنا عندما رأينا هذا المقدار رأينا هذا المقدار في هذا الشكل عندما رأينا هذا المقدار رأينا الجذر سبعة عدد صغير وهذا عدد كبير فكرنا في أن نقسم هذا على هذا فكرنا في أن نقسم هذا على هذا وفكرنا في أن نقسم هذا على هذا وفعلا كان تفكيرنا في محله إذن عندما نقسم مائة وخمسة وسبعين على سبعة نجد خمسة وعشرون ومائة واثنى عشر على سبعة نجد ستة عشر لكن المطلوب هو جذر جذر هذا وجذر هذا هذا المطلوب هنا جذر ستة عشر هو أربعة جذر خمسة وعشرون هو خمسة أعوذ هنا بما يساوي أعوذ هذا أعوذه هنا وهذا أعوذه هنا وألاحظ جذر سبعة عام المشترك جذر سبعة عام المشترك ما هو الخطأ المنتظر هنا أن ينسى التلاميذ الأقواس هذه هذه الأقواس ينساها التلاميذ نحسب ما دخل الأقواس أجده سبعة وتكون الخلاصة أن سي يساوي سبعة جذر سبعة وبهذا ينتهي التمرين بهذا نكون قد انتهينا من هذا التمرين الذي كان بيام الفين واربعة عشر